صباح الخير يسعد صباحك حبيبتي كيفك ميسونة؟ والحمد لله شكرا الله حبيبتي حبيبتي قلبي يسعد صباحكم جميعاً اللي نضمو لنا هلأ اللي تابعوا فقرة الأبراج اليوم قبل ما نبدأ بدنا نعيد على زميلتنا العزيزة دانا زوقش هابي بيرتدي حبيبتي مبارح كان عيد ميلادها كل سنة وانتي سالمة وكل سنة وانتي بحماسك ونشاطك وفرحك دايماً هيك بين المكاتب تنشر زي الفراشة دانا مضبوط دايماً هيك بتعطي طاقة إيجابية فكل سنة وانتي سالمة وأكيدنا نعيدها ونحكي لها عن القوس كل عام وانتي بألف خير حبيبتي دانا القوس السنة جاي رح يكون أنه أول تلتة شهر هو تعب لكل الأبراج ولكن بمكان معين مش بكل المكانات مش على كل المستويات فيه مستوى معين لكل شخص حسب موقع الكواكب بالنسبة للدلو كيف رح تأثر على كل برج ولكن هاي الفترة اللي إحنا فيها النصف الأول من الشهر فترة انشغال ومتابعة يعني برج القوس عنده متابعة قد تكون تخص أحد أفراد العائلة قد تكون تخصك أنت قد تكون معاملات أي شيء فيه حركة ومتابعة هو ميزة للنصف الأول من الشهر لبرج القوس وأيضا أنه ممكن تمر بفترة ضاغطة بهاي الفترة ولكن هذا لا يمنع بالرغم من كل اللي حكينا أنه القوس رح يوصل لهدف ورح يحقق النجاح بالنصف الأول من الشهر أو على الأقل يشعر بالراحة النفسية قبل ما تنتهي هاي الفترة عنا كمان وسيم ما يسوم بده يارف عن موليد برج الأسد 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 من الأبراج اللي النصف الأول من الشهر يبدأها بعدم فهم الأمور وأيضا رح تسيطر عليك بعض الأفكار أنك تسيء الظن أو تفسر الأمور على هواك وقد تكون هاي التفسيرات مش صحيحة لذلك بنقولك أنه حاول ما تسيء الظن بي حدا وحاول أنه ما تتخذ قرارات مصيرية بهاي الفترة تأجلها لعشر أيام الأخيرة من الشهر بيكون أفضل ومنتصف الشهر رح تتغير المعطيات لحتى تخدم مصالحك وتنتهي الكثير من المطبات اللي كانت موجودة ببداية الشهر نعم في عنا كمان ديمة ميسون عم تسألك عن الجدي شو أوضاع العاطفية بالسنة الجديدة العاطفية هي كانت ممتازة بهاي السنة كثير من الأشهر كانت وقعها عاطفية على برج الجدي كثير من العلاقات الصداقة تحولت لعلاقة حب وكان فيها ارتباط وأيضا السنة الجاي قد ما تكون السنة سلسة وسهلة مثل سنة 2020 على برج الجدي قد يكون فيها شوية عقبات وضغوطات ولكن ما زالت الأوضاع العاطفية رح تمشي بشكل سلس وأيضا كثير من العلاقات اللي بتكون بشكل فجائي على طريق سفر على حفلة على التقاء ببعض المجموعات تتعرف على الشريك المناسب بإذن الله بشكل عام بداية الشهر مرحلة ضاغطة على برج الجدي تزداد المسئوليات والمتابعات أنا مبسوطة أنه هذا الشهر النص الأول منه هو اللي فيه سلبية عشان ينهي السنة بإيجابية بعد هالسنة لازم بالضبط أخر أيام لازم تكون شوي هيك مبهجة هي طلعي بعد هاي السنة إيش ما أجب الواحد وعشرين رح يقوله الحمد لله لأنه ما رح تكون ما حيجينا شي مثل سنة العشرين هل هي بتتكرر كل عشرين سنة يعني الأربعين الستين بالضبط يعني إذا بتتذكري بسنة الألفين صارت أحداث كثيرة بسنة الألف وتسعمية وثمانين صارت أحضار يعني كل عشرين سنة بيصير هالكوكبين بيدخلوا عند برج الجدي بيدخلوا عند برج الدلو بيدخلوا عند البرج الفلاني لكن هم التقاءهم على خط واحد هو اللي بيعمل هاي المسائل فهلأ ليش هو يعد سنتين يعني هاي سنت العشرين والواحد وعشرين ولكن هلأ رح تكون وطأته أخف على البشر وعلى الأبراج خلينا نقول ما بدي أقول على المستوى العام لأن المستوى العام لأ لسه في مشاكل ولكن على الأبراج رح تخف لأنه دخلوا عند برج الدلو طلعوا من الجدي الجدي برجه عنيف قوي بصاحب هيمنة صاحب قوة عارفة أن الجدي كتير بيفرع عن الدلو ترابي على هوائي طبعا بس إحنا كمام نكون تمسحنا أو تمسحنا فإحنا زي هاي بتضحكني النفتة لما كل الناس وليك إن شاء الله تخلص هاي السنة يعني يا جماعة أنتو في حدا وعدكم بيقيله 2021 بيقشي تاني يعني أساس أنه بواحد واحد كل الدنيا بدأت تغير مش كتير رح تتغير يعني رح نضل من كمليين رح تتغير ولكن بشكل غير محسوس آه طبعا تغيرات طفيفة بسيطة يعني حتى كورونا بدها تخف شوي شوي يعني انسي موضوع اللقاح آه بس ما فيه إشي اسمه أنه كبسة زر on و off آه طبعا فيه كتير من الناس بيقولوا يعني أنا بشوف على اليوتيوب بكره شغلة التخويف هاي للبشر كتير بكره إنه رح يجي فيروس أقوى لا ما فيه منه هذا الحكي هاي السنة اللي حصل ما رح يتكرر بنفس القوة بنفس القوة حتى لو أجى فيروس ثاني رح يكون محدود ليش لأنها سنة الدلو الدلو العلماء سنة العلماء سنة التفكير العقل المدبر التكنولوجيا فلذلك لما رح يصير شي رح يكون بالمقابل في علاج نعم لما يصير حروب فيه بالمقابل حدا يحط سلام مش بس على مستوى الفيروس على أي مستوى كان على أي مستوى من نزاعات رح نشوف الحروب مثلا بالدول اللي فيها حروب حاليا رح تزيد وتوصل لأعلى مستواها ولكن بالمقابل مش زي كل سنة كانت تزيد وعالفاضي ما في نتائج هالسنة رح تزيد وبالمقابل رح يكون في نتائج في حلول في حلول وفي نتائج هذا هو الفرق بين الجدي والدلو أوكي تمام في عنا كمان ميسون طلب على موليد برج الجوزاء الجوزاء من الأبراج اللي رح تبدأ الشهر بتراجع وممكن أحداث هذا الشهر ببداية وتأثر عليك بشكل على الحالة النفسية يعني خلينا نقول ممكن تفكر أنك تنهي أعمالك بشركة تفكر أنك تنهي مشروع حاول أنه ما تتذمر ما تخرج عن المألوف بهاي الفترة أبدا عشان تخرج بأقل الخسائر وعشان ما بعد هذه الخمسة عشر يوم بعد ما تعدي تتندم على أي قرار تندم على أي قرار تخذته ما تخلي حدا يستفزك وإنت كمان ما تستفز الآخرين ما تدخل بمسائل قانونية هاي كلها معرض إلها برج الجوزاء ببداية الشهر أي حدا بده يسحب إجرك لمشكلة عشان تدخل بمواضيع قانونية بدك تنتبه لها وما تدخل فيها اللي رح يدخل بمأحد هاي الأمور رح يحمل معه سلبية للسنة الجاي أما اللي رح يتجاوزها فالعشر أيام الأخيرة رح تكون ممتازة جدا وفترة تعويض عليك يا برج الجوزاء نعم عنا كمان ميسون أنا عم بقرأ كومنتز في عنا موسى عم بيسأل عن التطورات المادية لموليد برج العقرب ممتازة جدا العقرب ما تخاف يعني العقرب من الأبراج الوحيدة اللي ما رح تدخل بسلبية بهذا الشهر يعني رح يبدأ الشهر بإيجابية وينهيها بإيجابية تزداد المسؤوليات تزداد العلاقات تزداد المتابعات قد يكون عنده متابعة أحد أفراد الأسرة أو أحد كبار السن بالأسرة قد يكون عنده متابعة معاملات أمور قانونية ولكن كلها رح يكسبها الوضع مع برج العقرب ممتازة جدا على المستوى المالي استحصال بعض الأموال اللي كانت موقوفة بالسابق أو الضائعة خلينا نقول رح ترجع مرة ثانية حتى لو ما كان بهذا الشهر الاستلام السنة جاي رح تكون هلأ متابعة وممكن بداية الثلاث أشهر الأولى متابعة أيضا ويعني تحاول إنك تستعيد نشاطك لحتى ترجع تفتح الأبواب لإلها أكيد السنة جاي رح تكون السنة مادية رائعة بالنسبة لبرج العقرب نعم ملحق ناخد كمان برج سريعا نحكي عن الدلو 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 كمان في عندك مفاجآت كثير كبيرة بسنة الواحد وعشرين تغيير كثير كبير بحياتك العامة والخاصة تغيير من دواخلك قوانينك هاي اللي كنت مبادئك وقوانينك اللي كنت كثير بتتحكم فيها وتتعقب وراها رح تعمل شوي التنازلات رح تغير قراراتك ومبادئك وكل شيء بدون ما تدخل بشيء سلبي يعني ما بقول انه انت مبادئك كثير واو وبعدين رح تغيرها للسلبي لا رح تظل على الإيجابية ولكن رح تكون بسلاسية لذلك رح تنفتح لك أبواب كثيرة على مستوى العمل والمهنة والمال هاي المسألة مهمة جدا لبرج الدلو البعض يحصل على أموال متأخرة موقوفة أيضا وأيضا هذا الشهر يبدأ بإيجابية عالية ويلقى الدعم من كثير من الأطراف نعم ميسون حبيبتي بدي أشكرك كثير وأتمنى لك عطلة نهاية أسبوع مريحة يا رب ومنلاقيك يوم الأحد شكرا ميسون شكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا اليوم بحلقتنا من صحصح بتمنى لكم أيضا عطلة هادئة ودافئة وإن شاء الله لقاءنا بيجدد فيكم يوم الأحد ظلوا بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر